لقد تعودنا وأخذنا عهدا على أنفسنا دائما أننا نكاشف الناس بالحقائق حتى لا نسمح للآخرين أن يتقولوا على الحقيقة أو يزيفوها أو يقفزوا عليها نحن ندرك أن الوضع الذي يمر به العراق صعب خطير وندرك أيضا أن هناك متصيدين بالماء العكر ضد العراق كلما سنحت فرصة لهذا البلد أن ينهض هناك من هو متحفز لإجهاض أي تجربة ممكن أن تأخذ البلد إلى مرافئة غير محمودة بعدين أكو تدليس أكو كذب أكو حقيقة وأكو تلاعب بهذه الحقائق أمريكا تصرح علنا أنها لا تريد أن تحارب إيران على رأس بايدن إيران تصرح أنها لا تريد أن تحارب أمريكا على رأس خامنين أمريكا تتهم فصائل المقاومة الإسلامية أنها تابعة لإيران وإيران اليوم تصرح ممثلة في الأمم المتحدة ما عدنا أي ارتباط مباشر في داخل أو خارج إيران في العراق أو بسوريا بجهات مسلحة تقصف الأمريكان شنو معنى هذا الحشي زياد تختلفون ببيناتكم تضربون العراق ليش العراق شنو هلاقته بالموضوع إحنا شعب نبحث عن أيام عن سنين عن فرص اللملة من أنفسنا ونبني بيتنا ونبني وطننا لأنه ليس كافي مسلسل الحروب اللي دام لسنوات طويلة ياهل يجي يريد حيل منك كل واحد عدة شعار واخذ الولد حطاهم باللوريات او حط صواريخه او حط دباباته او حط مدافعه او جاب شعراءه او شغل التلفزيونات او هالي أولادها دق سنين صار أربعين سنة على أن التعظ يوما على أن نمنح الشعب هذا فرصة حتى يقدر يعيش حتى نقدر نبني حتى نستفاد من هاي الخيرات مو كافي هذا التقاطع مو كافي هذه العمالة والخصة هنا وهناك ارضاء لهذا وارضاء لذاك شبيه البلد شبيه العراق شبيه خير العراق منوما مستفاد من خيرات العراق بالداخل وبالخارج ليش ما تخلون يديكم بيديان بعض حتى تبنوا هذا البلد اتفقوا اختلفوا على أن تنتجوا شيئا لأهلكم بلشعبكم ليش دالين ننتظر ضربة من ذاك اليوم إلى اليوم يا هل راح يموت يا هل راح ينهجم بيته يا هل راح تترمل يا هل راح يسير يتيم من أجل ماذا من أجل ماذا أصحاب العقائد أصحاب السياسة أصحاب الزعامات فهمونا أفتونا يرحمكم الله كافي مليئنا من الموت كافي مليئنا من الحسارات كافي مليئنا من الجوع كافي مليئنا من أيام الخوف كافي عشت كل أيام نظيم مرة واحدة خلوا عيونكم على بلدكم وأقول لكم إياها وحق لا إله إلا الله ما كو أجدبي يستخدمك لصالح بلده يحترمك راح يخليك استعمالا لمرة واحدة أو تعرف مني يخلص واني يدبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر